السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان اتخيلين انتم شو هذا الصنف هذا الصنف الهندي ملك العصير الهندي راجبوري عرفتوا راجبوري هذوها في البلاد في البلاد وين عند اخونا راشد حميد الشخص المبدع والمتميز ملك المانغو وزراعة المانغو عدنا هنا في المنطقة ما شاء الله عليه هذي راجبوري شوفوا يا اخوان الهجوم بسم الله قسرتها قوية هاي قسرتها قوية ريحتها تبارك الله تبارك الله اي حسن هاي ولا مهاشنوك ريح صباح صباح والله لذيذة يا اخوان والله طعم ياخذك الى هناك راجبوري اي حسن هاي ولا نامدكم صباح 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 كم مرة ترى تقول هذا حسن والله يابو محمد بيتلعوه زرانا اللي بروح يشتري اصناف ما في نايسة قول ذا احلى و ذا احلى شوفوا شوفوا يا اخوان شوفوا ما شاء الله شوفوا العصير شوفوا العصير ملكة العصير بسم الله اول هي واخر ما زا منغو يا اخوان والله 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 شوفوا العصير والله خطير يا ربي بس تسامحني يا رب والله راجبوري الواحد بيس يقول واي تحلذ راجبوري هذي ولا لفونسو بالنسبة لي هذي اي ما بعطتك لفونسو عندي وحدة بالنسبة لي هذي عطني هذي ما بعالفونسو خلاص هذي يعطيني موسمين ما في مقارنة لكن الفونسو راجبوري لا راجبوري لذيذ 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 ما شاية لياف عصير الزبدية ما تصف عندها والله ما اجامل ما تصف عندها الزبدية اليوم ما اكل زبدية تقول لي شفتها الطائحة خربان عيبتني بس ما تصف هذا الطعم ما توصل طعم الراجبوري والله حس انك تجامل تبكي اليوم انتي تاكل والله ما اجامل ما اجامل بوحمود انت واصل السماء اهي طعم يأخذنا بعيدا وعصير يسبحنا كثيرا انت متوظي بها عصير هنبة شوفوا اللون لون الكركم غامق ذهب وطعم خالص 24 24 24 حيار 24 هذي راجبوري طبعا هذي الراجبوري من الاصراف المعروفة الهندية غزيرة الانتاج ممتازة جدا للعصير نفس مستوى الزبدية يعني عصير وطعم الزبدية بالنسبة لي أنا طعم طبعا طلال ردني من عن الباب قال والله لأكمل فيديو كامل عن الراجبوري يلا طلال ترأي يارسل صور ما بروح هذي الراجبوري طبعا اللون أخضر فيها بعض اللاماكن محمرة شوية وفيها صفار خفيف هذي ها الريال تخبل على الطعم وقال الله رجع تكلم عنها أنا ظلمتها قال ما تكلمت وايدي يلا طلال يلا ترأي يارسل صور ما بروح يلا بكلك بكلمتها هذي ها راجبوري يلا شو انت بد قول عن راجبوري مرأة لا ماذا صبر الفيديو شغال اه يا اخوان لاحد يزرع الفونسو لاحد يزرع الفونسو تزرع الفونسو ليش حجم والطعم خطير أنا ما توقعت راجبوري والله يا اخوان ما توقع راجبوري في السوق ما اطالعها ما اطالعها ما اطالع اخر الشر انا غلطان ايما خليت تكتاكل عشان كل مرة بتقول لي عطني راجابوري لحمها راجابوري اللي في السوق ابيض هذي لحمها الاصفل تقول لألفونسو يعني ولزال على الفونسو شو يسوي انا اعتقد ان هاي زبدية هندية تطورت مصرية تحولت غير الطعم ما يخصه مول بالزبدية المصرية الفونسو بس حجم ضخم الفونسو حجم ضخم يا اخوان شوف الحجم ضخم شوف الاوراق بمحمد تصور الاوراق هذي اوراق راجابوري شوف الحجم اخوان شوف الحجم حجم حجم الكيت طعم طعم الفونسو انا توقع يمكن لاجواء الحارة هنين عطيتها حرارة يعني الكابوهايدرات سحبتها شوي زيادة الشيرة وعطت طعم والله احتمال بس هذا اليوم بقصه خلاص بس بيها اتشار دخيل الله اصبر عليها ليش انا انا ما كنت متصور ان راجابوري هذا طعم انت متحب بلا اتشار لا 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 شو اتشار اتشار حق القراط خلاي القراط للا اتشار هذي لا هذي خسارة تسويها اتشار انت ازاي بسميها عصير بفتح انا بفتح كوفي وبسميها عصاير عصاير نعم بس يا اخوان راجابوري تاكل وتعيش وتعيش في اجواء المانجو الجميل بس خلاص والله بسير بسير ثلاث مواقع ما عطينا حقي هذا الصور ما عطينا حقي اصبر شوي ما عطينا حقي اخوان ما وفنا انا ما اتصور ان هذا الطعم الى راجابوري انا عطيتك و قلت لي اعطيتها لامنوه لولد عمي برو اخذها عنا برو اخذها عنا قلت لك لا تا ايو باعطيك شي تجربة شوف اني الاحجام تبارك الله شوفوا الاحجام شوفوا الكثافة في الثمارة راجابوري اخذو 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 و انا مغمى باقولكم اخذو اخذو اذا بعطيك شي ثاني بحرك كرت راجابوري بتجاهز للشباب انت شتلات مننا لا لا انا اول واحد بخط شتلات لا لا ما بعطيك ليش بس انت سكرت الشوارع في منطقتكم كلها زراعة هنبا يا سلام الله يبارك لك يا ابو محمد بس ادريبك انت قلبك حنون باعطيك انت بس شجرة لا